اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دي مزروعة مع دي نفس التقاوي مع دي مع دي الفرق بينهم ان احنا دلوقتي كان في تجهيز التربة بداية من تجهيز التربة التربة كانت واحدة في البرميل بالكامل التربة كانت تربة زراعية عادية مضاف لها فيرمي كومبوست بنسبة عشرة في المية ومخلوط معها كومبوست حيواني نباتي تربة زراعية عادية بنسبة تقريبا حوالي سبعين في كومبوست نباتي حيواني بنسبة حوالي 20% فيرم كومبوست بنسبة 10% ده الخليط بتاع الطربة بالكامل بالنسبة للأربع معاملات اللي موجودة معنا بدايةً من الزراعة من الرأية الأولى بعد الزراعة بدأنا نفرق المعاملات بين الأربع بين الأربع مربعات اللي موجود معنا بقت عندنا أربع معاملات مختلفة المعاملة الأولى اللي كانت في المنطقة دي طبعاً ده كان ال肉 نبدأ بدا الأول ده كان الكنترول ده كان بيروى بمية بس مية بدون اي اضافات تانية لا فيرمي تي ولا فيرمي ليكود ولا اي اضافات سمادية تانية او اي مغزي تاني انضاف له هي هنا بس كانت مية فقط هنيجي للمربع ده ده كان صاحب نصيب الاسد في التجربة بتاعتنا او في المقارنة بتاعتنا لان ده كان بيروى بمركب اجرو ماكس المخفف وكمان اجرو ماكس اللي هو باللون ده بيكون اللون المركب نفسه باللون الاسود هيظهر لكم دلوقتي على الفيديو صورة لشكل اللعبوة بالستيكر اللي عليها اللعبوة بتاعت اجرو ماكس عبو 20 لتر بعد تخفيف اجرو ماكس بنتخفف اجرو ماكس بمعدل 5 سنتي على اللتر 5 سنتي على اللتر مية وبعد كده بيبدأ ري النبات وكان كمان بالتبادل معاه شاي الفيرمي كومبوست او الفيرمي تي ده بالنسبة للمعاملة دي ابقى ده كان بياخد اجرو ماكس مع مية الراي فقط وكمان كان بياخد الفيرمي تي او شاي الفيرمي كومبوست مع مية الراي وكمان عن طريق الرش الورعي كان بالتبادل بالنسبة للمية الراي مرة بتكون فيرمي تي ومرة بتكون اجرو ماكس والمره التانيه بتكون اما بالنسبه للراش الورعي فكان بيتراش باستمرار بمعدل تقريبا كل اربع او خمس ايام كان بي ficou بيتراش مرة واحده بالفرمي تي او شايل فرمي كومبوس Fuß المعامله التانيه هنا كانت هي بالكامل بالفرمي تي او شايل فرمي كومبوس بالنسبه للمربع التاني ده بالنسبه له كان بياخد راي ورش بالفرمي تي طبعا هنلاحظ فرق النموه هنا النموه اعلى بكتير من هنا لكن هنا النموه برضو كويس مش وحش يعني النموه هنا كويس جدا ده كان بياخد برضو كل ريا كان بياخد فيرمي تي مع ماءة الريا وكمان كان بيتراش بالفيرمي تي اللي هو شهاية الفيرمي كومباست اللي هو حضرناه مع بعض وعملناه مع بعض في فيديو قبل كده هسيبلكوا الرابط بتاعه في علامة الاي اللي هتظهر فوق او هيكون موجود في صندوق الوصفة نيجي المربع الرابع المربع الرابع اللي هو ده كان بياخد المعاملة بتاعته كان مع ماءة الريا بس بنضيف له اجرو ماكس مع ماءة الريا كل اربعة ايام او خمس ايام كان بيكون في معاملة واحدة بأجرو ماكس مع ماءة الريا اللي كانت بتكون عشرة سنتي على اللتر مية ده بالنسبة لماءة الريا بتاعت المربع ده هنلاحظ ان هو قريب جدا للي كان بيتعامل بالفيرمي تي او شهاية الفيرمي كومباست نمو المربعين دول متقارب جدا من بعضه مع اختلاف ان اللون هنا داكن شوية واللون الاخضر ظاهر بشكل واضح وكمان هنلاحظ ان النمو فيه فرق بسيط جدا غير ملحوظ يعني هنلاحظ ان هنا النمو اعلى شوية من هنا لكن مش اعلى بفارق كتير او بفارق كبير بين اللي معامل بأجرو ماكس كري أرضي وبين اللي معامل بالفيرمي تي كري أرضي ورش ورعي هنا احنا عملناه تسميد ارضي فقط بالأجرو ماكس هنا احنا عملناه بشايل فيرمي كومبوست تسميد ارضي ورش ورعي اللي اتنين هنا احنا عملناه بالفيرمي كومبوست اللي هو الشايل فيرمي كومبوست والأجرو ماكس المعاملتين تسميد ارضي بالفيرمي كومبوست ورش ورعي بالفيرمي كومبوست اللي هو شايل فيرمي كومبوست وكمان تسميد أرضي بالأجرومكس يعني أخذ تلات معاملات اتنين معاملات تسميد أرضي أجرومكس وفيرمي تي ومعاملة التسميد الورقي اللي هي كانت بتتم بشاي الفيرمي كومبوست أما هنا فكانت المعاملة بيتم الري بالمية فقط لعملنا معاملات تسميد ورقي ولا تسميد أرضي كانت مية بس الزراعة تمت في وقت واحد نفس الظروف طبعا نفس الطربة ونفس المناخ ونفس درجة الحرارة ورطوبة كل حاجة واحدة اللي اختلف بس معنا هي المعاملات زي ما شرحنا بالتوضيح كده هنا مية هنا أجرومكس وفيرمي كومبوست أو شاي الفيرمي كومبوست هنا شاي الفيرمي كومبوست فقط هنا أجرومكس فقط هنلاحظ النتيجة بالفرق اللي شايفينه ده أو بالفرقات اللي شايفينها دي هحاول أقرب الكاميرا ووضح لكم الفرق في النمو بشكل أوضح يمكن يكون كده مش ظاهر اللي هي عملناها بس بالمية كانت بتروى بمية فقط معتمدين على التسميد وعلى العناصر اللي موجودة في الطربة اللي هي كانت موجودة في الكمبوست والفيرمي كومبوست بالإضافة للطربة الزراعية اللي هي الطامية اللي زارعين فيها طبعا اللي شايفينه ده ده تقسيم المربعات علشان يكون فاصل بينهم وحطيت فوقه الجير الأبيض ده علشان يحدد أو يبينه في الفيديو يكون واضح الفاصل بين الأربع مربعات هنيجي هنا للي هو استخدمنا فيه الأجرو ماكس كتسميد أرضي فقط هنلاحظ النموه بالشكل ده كده وكمان لون الورقة لونها صح جدا واللون أخضر بدرجة ممتازة هنيجي للمعاملة التالتة أو تالت معاملة معنا اللي هي بشاي الفيرمي كومبوست تسميد أرضي ورش ورقي كانت معاملتين هنا احنا بنتكلم على معاملة واحدة تسميد أرضي فقط ما تعملش رش ورقي خالص بالنسبة للمربع ده كانت المعاملة تسميد أرضي فقط بالأجرو ماكس هنا المعاملة تسميد أرضي بشاي الفيرمي كومبوست ورش ورقيه بشاي الفيرمي كومبوست وكانت النتيجة بالشكل ده أما هنا بقى طبعا هنا يعني لو هنلاحظ كده الفرق النمو واضح جدا بينه وبين المربعات التانية كمان نسبة الإنبات وكسافة الأوراق في الملوخية هنلاحظ أن هي واضحة جدا وكمان اللون صحي والورق طالع بشكل سريع والبراعم أو القمم النمية طالع بشكل كويس جدا وبمظهر صحي دليل على حيوية النبات ونشاطه واكتفاءه الكامل من العناصر الغذائية المطلوبة للنمو هنا زي ما شرحنا مش هنعيد تاني ده الاختلاف وده الشكل اللي زي ما احنا شايفين مع بعض كده الاختلاف في النمو طبعا لو هنقيم المية بس مع استخدام التربة العالية واللي جوداتها حلوة والتربة المخصبة والكلام ده كله كل ده كلام ممتاز لكن بالتجربة العملية الكلام ده غير كافي بشكل كامل لنموه نبات قوي هنيجي للمعاملة التانية اللي هي باستخدام الأجرومكس كتسميد أرضي فقط النتيجة مقارنة بالاستخدام المية فقط او الاعتماد على العناصر المغزلة الموجودة في التربة فقط بالنسباله النتيجة ممتازة جدا لو كرناه بالمعامل او اللي اعتمدنا فيه على العناصر المغزلة الموجودة في التربة فقط فبالنسباله يكون ممتاز جدا ده تعامل تسميد أرضي بس ما خدش الرش ورعي اللي تعامل بشايل فيرم كومبوست تسميد أرضي ورش ورعي مقارنة بالتعامل بالأجرومكس تسميد أرضي فقط اللي اتنين قريبين جدا من بعض النتيجة قريبة جدا مع فرق ان احنا عملنا هنا معاملتين او ان احنا نقدر نقول ان عندنا معاملة زيادة اللي هي المعاملة بالرش الورقي تمام هنيجي بقى للتعامل بشايل فيرم كومبوست مع الأجرومكس طبعا ده اعلىهم او الطب في الاربع مقارنات او في الاربع معاملات اللي موجودة معنا هيكون لصالح المعامل بالأجرومكس وشايل فيرم كومبوست لكن في نقطة مهمة جدا في استخدام شايل فيرم كومبوست لازم ولابد الأداة اللي هترش بيها او اللي بتستخدمها تكون نظيفة كويس جدا ما فيهاش أي بواقي بواقي كيموية ايا كانت او بواقي مبيدات طبعا ماينفعش خالص يكون فيه لا بواقي كيموية ولا بواقي مبيدات حتى لو بواقي خل طعام مش هينفع لانه هيدمر المحتوى البكتيري اللي موجود في شاي الفيرم كومبوست لازم تكون الأدوات اللي هتستخدمها تكون نظيفة جدا سواء اللي هتستخدمها في الرأي او اللي هتستخدمها في الرش لان احنا بنعتمد هنا على المحتوى البكتيري فلو المحتوى البكتيري تضرر بأي شيء ايا كان هيموت مش هيديني اي شيء هنبقى كأننا بنضيف شوية عناصر بسيطة جدا بدون فايدة اما الفايدة الاكبر في الفيرم كومبوست او في شاي الفيرم كومبوست هو المحتوى البكتيري اللي موجود فيه بس ده كان باختصار كده الاربع مكرنات زي ما احنا شايفين او الاربع معاملات او الفروق بين الاربع معاملات عشان نبقى لمنى الموضوع بشكل كامل بالنسبة للفيرمي كومبوست وشاي الفيرمي كومبوست والطربة المخصبة او الطربة اللي خصوباتها عالية هتكون افضل ده الموضوع باختصار والحكم ليك هتقدر تشوف او هتقدر تحدد من خلال الفيديو ده ايه الافضل تربة مخصبة وتعتمد على مقات الرأي فقط او استخدام الاجرومكس فقط تسميد ارضي او استخدام شاي الفيرمي كومبوست تسميد ارضي ورش ورعي او استخدام الاجرومكس وشاي الفيرمي كومبوست تسميد ارضي ورش ورعي دي الاربع معاملات بكل وضوح بس كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جاية وشكرا لحسن المتابعة طبعا متنساش اللايك والاشتراك في القناة وكتب لنا رأيك او سؤالك او استفسارك في تعليق وان شاء الله هرد عليكم فورا سلاة